اشتركوا في القناة كبير جدا جدا للسمنة المفرطة وعملت كنترول كبير لكتير من الأمراض يعني كتير من الناس عندهم سكر وضغطه وأمراض القلب ومش يقدرين يعملوا كنترول بجد الحل بقى بسيط وعملية جراحات السمنة من العمليات البسيطة جدا اللي بتجيب نتيجة كويسة وكمان جراحات السمنة بقى اختلف اختيارها واختيار نوع العملية على حسب نوع المريض ما بين تكميم وما بين تحويل مصار مصغر وما بين تحويل مصار عشان كده النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هنتكلم عن السمنة ونتكلم كمان عن خطورتها ونتكلم عن بلون المعدة وتكميم المعدة ومين الشخص المناسب لكل عملية ممكن يجر عليه عليه العملية دي وكمان هنتكلم بعد العملية وهل ليها أثار جانبية ولا لأ كل الكلام ده هنعرفه من ضفنا اللي بنوارنا الاسم الكبير في عالم جراحات التجمين والأول مرة يكون معانا في طبيب الحياة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنع مرزوق أستاذ مساعد جراحات السمنة جامعتين شمس وأيضا عضو الجامعية الأوروبية والأمريكية لجراحات السمنة والسكر أهلا بك يا دكتور أهلا بحضراتك ونوارنا في طبيب الحياة ونوارنا في طبيب الحياة ونوارنا في محمد محمد في البداية يا دكتور عايزين نعرف إمتى الشخص يقول إن كده أنا عندي سمنة أنا بقى لازم أتحرك أنا خلاص كده الدنيا بازت وإن لازم أتحرك إمتى نقدر يقيم نفسه ويبدأ يتحرك إزاي هو في حسبة يمكن الناس ما بتبقاش فاهمها قوي اللي هو معدل كتلة الجسم أو الbody mass index كل واحد فينا ممكن يحسبه بسهولة جدا إنه بيجيب بيشوف وزنه نقول مثلا 100 كيلو ويشوف طوله لو قلنا مثلا 160 يقسم الوزن على الموابع الطول بالمتر يعني 160 دول يبقوا 1.6 فيقسم 100 على 1.6 ويرجع قسمه تاني على 1.6 الناتج اللي هيطلع دوت هو دوت معدل كتلة الجسم من 30 إلى 35 ده بنعتبر سمنة من الدرجة الأولى اللي ممكن نعالجها بشوية جيم شوية أدوية بلون المعدة أكتر من 35 من 35 إلى 40 دي الدرجة التانية أكتر من 40 دي لها سمنة المفرطة من 35 إلى 40 دول ممكن يعملوا عمليات لو معهم أمارات تانية مصاحبة زي السكة أو الضغط أو ألم المفاصل أي أمارات مصاحبة للأمارات السمنة أكتر من 40 ده لازم كده كده ياخد جاء يعني سمعنا بقى عن حملة جامدة جدا حضرتك أعملها اسمها حملة بطل استخب تمام هو لازم بقى كل بطل استخب الموضوع بقى بسيط يعني الموضوع عايزين أن تشوف معنا فيديو عن الحملة نقدر نشوفها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حضرتك لستخب وكون إنسان جديد هو الأوحالي بالفكة الموضوع نفسه هو فعلا كان شاب 35 سنة ما بيشتغلش وزنه 220 كيلو حركته صعبة جدا مش لقي شغل ما حدش عايز تشغله بالوزن ده ده غير تمام مش عارف يظهر بالشكل الطبيعي زي مهارتك شغل ما ده خلنا بقى ما بيعملش حاجة فالحمد لله جالي وعملناه وعملناه من حوالي شهر ونصف وشهرين خاصة الوقت 40 كيلو إن شاء الله بقى هنشوفه بني أدم تاني ده هيبقى القائد بتاع حملة حباطل حباطل استخبار إن شاء الله إزاي أقدر هل ليها صفحة على الفيسبوك أقدر أخش واعرف المعلومات وأسجل فيها موجود موجود الصفحة وفي جهوب كمان على الفيسبوك باسمي أي حد ممكن يخشها في كل المعلومات اللي موجود فالدكتور يعني فيه سؤالك كنت عايزة أسأله هارتك فيه ناس كتير ما بيقدروش يلتزموا بالضايت ويعملوه أسبوعين ويبطل ويعملوه أسبوعين ويبطل قبل ما حضرتك تجري أي جراحة من جراحات السمنة فيه حلول تانية مقرحة تقولها إحنا على حسب برضو وزن المريض ومعدل كتلة الجسم متى لو إحنا بنتكلم في أكتر من 35 غالباً ده بيبقى المريض جيه استنفس كول للوسائل اللي ممكن يعملها من ضايت أو أدوية أو يغضى أو أي حاجة لو هو من 30 إلى 35 حيبقى متعدد شوية أن إحنا نعمله جراحة فممكن نلجأ لبلون المعدة مثلاً بلون المعدة دي منظر هي مش عملية منظر من الجهاز العظمي بيخش من الفم وبتاخد حيز في المعدة بنسيبها من 6 إلى 9 شهور بحيث أن المريض يقدر يخص وهي موجودة 20 كيلو أو 25 كيلو الحقيقة ما بتمفعش لكل المرضة بنحبها أكتر في المرضة اللي هما يدوب عندهم 20 كيلو زيادة معدل كتلة الجسم زي ما قلت من 30 إلى 35 لأن هي بتحتاج بعد ما المريض يخص كمان إرادة قوية جداً لما إحنا أنا مش هنقدر نسيبها أكتر من 9 شهور فممكن المريض يخص بيها وبعد ما يشيلها يرجع تاني فبتحتاج أن حد يكون عنده إرادة هل ممكن نركب تاني؟ ممكن تركب تاني بس وبعدين بعد ما نركبها تاني هو لو ما عندهوش إرادة هي عنده مشكلة كبيرة جداً لأنه حتى لو ركبنا تاني يحتاج يعني هل تقدر تقسمهم لو الوزن من 30 إلى 35 معدل كتلة الجسم من 30 إلى 35 ممكن أعمل لك بالون مادة لو أكبر من كده ما فيش معنى أن تديره دفع معنوية طب ممكن يا دكتر واحد بيقولك أنا عايز أعمل لي دفع معنوية 20-25 كلون لا بتبقى أنا ما ببقاش موافق قوي لو المريض أصار يعني ببقى ما بعملها وأنا مش مبسوط لكن أكتر من 35 في الأفضل نعمله بقى سواء بتكميم أو تحويل مصارع على حسب حالته الصحية فيه أي خوف من المادة بتاع البالون يا دكتور لا خالص نعمل معنوية من سالكون ومادة ما بتعملش تفاعل ممكن تعمل بس شوية التهبات عادية في جدار المادة بيبقى فيها مادة من جوة يا دكتور بيبقى فيها سائل سائل آه سائل بنملاها بحوالي 600 ملي ومعها شوية هوى السائل ده لازم يبقى لونه أزرع عشان قدر الله لو البالون فقعد أو حصل فيه أي مشكلة بنعرف من سال ده ينزل في البول تمام بعد إزالت البالون مالهاش أي أثار جانبية دكتور لا مفيش أي أثار جانبية غير بس زي ما قلت لحضرتك إن ممكن المريض يرجع تاني يكتسب الوزن اللي فقده آه يعني ممكن يرجع الوزن الطبيق التاني وعد إنه هو هيرجع الأكلة بتاعته ترجع طبيعية إحنا البالون ديت حاجة شغلة المعدة بتخليه قلل الأكل بتاعه يعني كأنه رجيم إجباري لمدة 9 شهور بس بعد ما نشيلها هو بقى وإرادته دكتور لو اتكلمنا عن التكميم والآمل الكبير بقى جدا في تكميم المعدة وقديه فتحة باب كبير جدا للناس اللي عندهم سمنة مفرطة طبعا مين الناس اللي نختارهم العملات التكميم؟ معدل كتل الجسم أكتر من 35 وهم دلوقتي في أوروبا الحياة وأميكا بيتكلموا على 32 كمان لأن بدأوا يتكلموا عن العلاج المبكر للسمنة المفرطة مش لازم أستنى المريضة بما يبقى عنده 30 40 كيلو زيادة لأ أنا ممكن أعملها قبل كده وده يجعل زيادة عامل الأمان في عملية التكميم زيادة الخبرة الجراحين بالعملية بعد ما كانت العملية دي ممكن تاخد 3 أو 4 ساعات دلوقتي بتاخد نص ساعة أو 40 ديئة الأمان بقى الأجهزة اللي بنستخدمها والتكنولوجيا الحديثة كل شوية في تطور فبقت العملية أكثر أمانا بنسبة 99 ونص كمان في المية زيها زي أي عملية ممكن نعملها في الجراحة العامة أو هات تغيير تخصصات الجواحة العامة أي عملية في الدنيا بيبقية لنسبة خطوة هي بقت زيها زيهم بالمنزر الجراحة بالمنزر البطن فتحات صغيرة في البطن بيزول أصاها بعد شهر أو شهر ونص تماما بيبقاش فيها أي أصاها في البطن لأماكن الفتحات نحن معنا فيديو عن عملية التكميم لو حدت تحب نشوفها نوضح للسادة المشاهدين هي الفكرة بتاعة عملية التكميم بتعتمد أن نحن بنشيل حوالي 75% أو 80% من المعدة الجزء اللي فاضل دوت بيبقى جزء دي المعدة الحيز بتاع المعدة بيبقى لتر ونص تقريبا 1500 ملي بنبدأ من قبل نهاية المعدة بـ 2 صنطي لحد قبل المريء على طول وكل الجزء الزيادة دوت بيتدبس ويتقص وبيطلع بقى جسم العين خاص الجزء المتبقي بيبقى كافي جدا للإنسان يقدر يعيش به ويزاول حياته لطبيعية تماما حتى لو هو راجل وهتى لو هو شغال شغلنا تحتاج مجهود بدني قوي جدا ما بتقصرش على أي حاجة فيها ميزة كمان إنها ما بتحتاجش إن إحنا ناخد فيتامينز بعد العملية مش بنحتاج إن المريض ياخد فيتامينت بعد العملية وهتى لو خد بتبقى الفترة قصيرة قوي في أول كام شهر وبعد كده خلاص هي بس الحقيقة عايبها إنها مش بتنفع مع المرضى اللي بيحبوا السكريات اللي هم السويت لوفرز أو المرميني السكريات لإن مش هيخص كويس بيها لإن هي الامتصاص بيبقى كامل على عكس العملية بتاع التحويل المصاري اللي احنا بتقلل فيها الامتصاص كمان التكمين يا دكتور العملية دي بتتم بالمنزار بالمنزار فتحب صغير بالجزء المستقصل حضرتك بتاخده الجزء ده بيروح فين مفيش المريض بيشوفه بعد العملية وخلاص يتطمد إن هو اتشهد وهو بيتخلص منه في النفايات الطبية علاعة مرة دكتور الكبير ده احنا مش محتاجينه أصلا احنا مش محتاجينه بس هو الحقيقة يعني حجم الماء ده مش متناسب مع الوزن يعني ممكن نلاقي مريض 200 كيلو ونخش نلاقي حجم مادته الظاهرين قدامنا مش كبير ولكنه بيستفيد برضه بالعملية جدا الحاجة الثانية إن الجزء اللي بنشيله دوت هو زي ما الدكتور قال زائد عن الحاجة يعني إحنا بنحتاجه بس عشان نشبع لكن الجزء اللي بنسيبه بيفضل دوت هو بيبقى كافي جدا أو بيبقى كافي جدا الجزء اللي بنشيله كمان بيبقى هو اللي بيفضل هومون الجالن اللي هو الهومون مسؤولة عن إحساس الجوع فدرجة إحساس المريض بالجوع بعد العملية بتقل جدا وهتا لو جيع بيشبع من أقل حاجة هتا لو شوية عصية ممكن يشبع بيهم دي بقى كلمة السرق دكتور الجزء المستقصل ده بيبقى فيه ليه تأثير هومون غير الحجم غير الحجم طبعا ليه تأثير هومون الجالن بيخلي المريض بعد العملية ما بيجوعش وده اللي بيخلينا ناكل إحنا السرق رئيسي اللي بيخلينا ناكل الجوع مع طبعا أن أنت تاخد حاجة فيها طاقة تخليك تقدر ترفع من كفاء الجسم شوية فالجزء اللي بنسيبه ده بيبقى كافي الموضوع الطاقة وقصة الجوع بعد بتبقى تقيبة مش موجودة دكتور يعني فيه ناس على اعتبار أن فيه ناس بتخاف كده جدا من كلمة تكميم أو عملية بصفة عامة هل بيبقى فيها ألام بعد كده دكتور بعد إجراء حضراك العملية فيه ألام مثلا بيحس بيها أو فيه مثلا أي وجع دي الاستفادة بقى اللي احنا استفدناها من المنزول إن المنزول تقريبا بيقلل الألم بنسبة أكتر من 80 أو 90% من الألم العادي لأن ما فيش فتح بطن ما فيش فتح بطن لا ما فيش فتح بطن هي كلها فتحات صغيرة جدا أكبر فتحة فيهم صنطي يعني صنطي يعني قال من وقلة صباح يعني زي تقريبا شفت الدهون ممكن أقول نفس الفتحات بس إحنا بنبقى أربع فتحات أو خمسة على حسب المعيد ودائما بنبقى حرسين إن المريض بعد العملية على طول في خلال ساعتين بالكتير لازم يقوم ويتحرك بعد العملية في ساعتين لازم يقوم ويتحرك عشان إحنا بنخاف من المرضى اللي أوزانهم المرضى اللي أوزانهم عالية بنخاف من جلطات الزاقين وممكن بعد شهر تقلب جلطات ريئة فأحسن حاجة هل بتتابعوا نغاية لما بيقوم وبيمشوا لو مريض وزنه عليه أوي بنديله أدوية أدوية للسيولة عشان تمنع القصة دي لو مريض وزنه مش عليه أوي بنخليه قوم يتحرك بتبقى كافي بس إن إحنا نقي ضد الجلطات بعد بقى ما بيروح يا دكتور فيه أثار جانبية مثلا بتبقى مع المريض أو مثلا حاجة بتتكتب له على فيتامين أو على نظام غذائي معين بياخد دورة بياخد بمضاد حاوي وبياخد دورة للمعدة ومسكن ما بني بقاش محتاجين أكتر من كده لما بيجي في المتابعة لو حسيت إنه هو لسه ما بمش قادر يشرب كويس أو مش قادر على مزولة حياته اليومية بصورة طبيعية بديله فيتامين في أول شهرين بيمشي عليه وبعد كده بيوقفه مش بنحتاج إن إحنا نكمل عليه سؤال مهم جدا يا دكتور هل تكميم المعدة لي تأثير على الحمد؟ كتير جدا بيفكروا لك أنا سأنا عايز أحمل فلو أعمل تكميم حاكوا الأكل قليل بيبي مش هيوصلوا أكل هل ده حيي؟ آه ليه تأثير بس تأثير إيجابي إيجابي بالزبط كده المرضة كتير بيقول لنا الحقيقة مبورتين من زمانينا بتوعد دكاترة النساء والولادة السيدات المتزوجات بيبقى عندهم مش مشاكل في الطبويد مع السمنة تعرف حضرتك اللي طبعا السمنة بتأثير على الهيمونات بتأثير سلبي سلبي جدا بتخلي الطبويد مش مصبوط فممكن تأخر الإنجاب فبيجولنا وأول ما بيعملوا العملية ويبدأ رخصوا مفيش بعديها بشهرين ثلاثة بنبدأ نتابع مع يرجعوا تاني لدكاترة النساء ويبدأوا يحملوا بعد ثلاث شهور مفيش مشكلة خاصة مفيش مشكلة على البيبي دا مفيش مشكلة مع التكميم مفيش مشكلة مع تحويل مصاب بنأخر شوية خليها ست شهور فبي يا دكتور عن جراحات السمنة في دايما بنسمع لها تأثير على الصحة العامة تمام هل بيبقى فيه مثلا انت فيه نظام بتتبعوا معاه او مثلا فيتا ممكن بيعود الخلل ده ولا رأي حضرتك بيكون ايه بص حضرتك تكميل ما دا الحياة زي ما دايما بنقولها هي عملية صحية لان هي ما بتأثرش التأثير السلبي على الصحة العامة تكميل ما دا بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم بنسبة 77% بتقلل من السكر والضغط لو مريض سكر وضغط تحسن من الجوعات بتاعت الأدوية بنسبة 60% سكر والضغط قلم المعفاصل بيختفي بنسبة 85% فكل دي حاجات ايجابية بتخلل انسداد التنفس اللي هو أثناء النوم بيتحسن بنسبة 70% أو 80% كمان بتخلي المريض اي حد بيبقى عنده زيادة 2-3 كيلو بيتلاحس ان هو مش قادر يمشي وممهود وقل فما بالك بالناس اللي عندها 40-50 كيلو زيادة ناو كمان بتتسبب في حدوث امرات تانية كتير جدا طبعا كتير جدا كوليسترول وضغط وسكر وتأخر انجاب وقلم المفاصل وقلم الضهر كل الحاجات دي بعد العملية كل التأسيات دي بتبقى تأسيات ايجابية احنا دايما بس بنخلي المريض في اول فترة هي بتبقى تحت الملاحظة الدقيقة لان بنبقى خايفين من ان هو ما بيشربش كويس لسه مش عايف يياكل لسه مش عايف ياخد الوضع الجديد كلنا واغدين على ان مادتنا قد كده لما تبقى المعدة دايقة شوية ما بيبقاش فيه اراحية في الاول بتحس ان المريض مش متاح يوم في التاني في التالت بتلاقيه خلاص تعود وبدأ يبقى اول ما بيبدأ يفقد الوزن مع اول زيارة لما بيجي يلاقي نفسه بعد اسبوع خاصة 10 كيلو بيبدأ يتحمس ويبدأ يسمع التعليمات اكتر فدي بتبقى يبقى فيه بلان حضرتك بتمشي معاي عليها طبعا طبعا يعني حاجة كويسة ان هو يصل لنتيجة نهائية هو بيقعدوا اسبوعين على سوائل بدون سكر فيه لستة معاينة كده بالسوائل بياخدوها والاسبوعين بعد كده بنبدأ ان يدخل الاكل الصوفت زي البطاطس المهووسة والحاجات زبادي حاجات خفيفة ويبدأ بعد كده يأكل الاكل الطبيعي اللي احنا كلنا بنأكله بس طبعا الكميات بتبقى ولا اقل من الوابع اللي كان بيأكله قبل كده السن بقى دكتور انا بشوف اطفال صغيرين تبقى الموضوع صعب جدا صعب الكنترول واهليهم بيكونوا في عذاب نفسي فضيع تمام امتى نبدأ في السن الصغير نلجأ للتكمين واقل السن ممكن ايه نلجأ له كل الابحاث اللي اشتغلوا على الموضوع دوت وصلوا ان هو 16 سنة بس الحقيقة يعني بدأنا برضو نتكلم على تقليل هذا السن شوية بشكل ان ما يكونش فيه اي طراب في همون النمو اللي هو الجواص همون او همونات الغدة الدراقية ان الحاجات دايات تبقى متزبطة في المريض دوت ويبقى هو مجرد سمنة عشان حاجة وراسية او عشان هو بيحب الاكل او حاجة زي كده فنقدر نشتغل لحد 15 سنة كمين وفي السن الصغير دوت بنفضل كمان تكميم المعدمة بنحبش حاجة زي تحويل مصارق او كده عشان خاطر ما يبدأش ياخد فيتامينز بادر ايو كده في حياته في مرحلة النمو والبلوغ نعديها وتكمين ما بتبقاش مؤثرة على الامتصاص في الوقت دوت ما بيحتاجش نور ياخد فيتامينز فالتكمين بتصلح للاطفال من اول سن 15 سنة بشكلة ان هو ما يبقاش فيه اي مشكلة في همون النمو من ايسو وهمونات الغدة الدراقية طب بعد دكتور التكميم ممكن يحصل يعني نوع من انواع التراهلات اي مريض هيفقد وزنه بصورة كبيرة مش لازم بتفق بقى في حق اوامل كتير قوي هي راجل ولا ست انسة ولا مدام حملة كاميرا الحال اللي بقى بيكون ايه مع الحالات اللي زيدي انا دايما بحب خلال مريض يمارس الرياضة من اول اسبوع ماشي وبعد شهرين بنبدأ نعمل تمارين في الجيم او تمارين بطن بسيطة او تمارين الكتاف دي بتقلل شوية نسبة التراهلات ولكن احنا دايما لما تكلمنا في حد عنده 100 كيلو زيادة مثلا لازم هيبقى فيه تراهلات في جيد طبعا فيه عمليات التجميل بخلت الفايدة دكتور من التكميم وانك تحمي نفسك من المشاكل طبعا طبعا يا فايدة مش في الشكل بس يا فايدة في الصحة العامة في الصحة العامة هل مثلا يا دكتور بعد محرار اجريت العملية للمريض تكميم ممكن الوزن يرجع تاني المعدة الحقيقة فيه ناس بتقول ان المعدة بترجع تدخن تاني بس احنا لو قلنا ان عرض المعدة 15 سنتي تقريبا واحنا هنخلي 15 سنتي دول 1 و4 من 10 سنتي يعني 1 و4 اقل من 1 ونص طب هترجع تجبر هتوحل حد فين يعني هتزيد الحاجة الطبعية لو محدة يقول الزيادة بيزيد 2 كيلو 3 كيلو وهي بتزيد لو المريض هو زود اكلته بصورة شايها يعني لو هو كلب بزيادة عن اللزوم او زيادة عن الجوع عن الشبع زيادة عن حدش يعني احنا دايما بقول للمريض قبل ما تشبع بشوية وقف لان المعدة اه ممكن تتمدد بس مش بالصورة لان او معهم هترجع زي ما كانت يعني لو العملية بتاعت التكميم معمولة كويسة عشان كده مش المفروض ان اي حد يعمل التكميم احسيار الطبيب ده حاجة مهمة جدا طبا 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 كلنا عندنا اهلينا في البيت كبر السن كله عنده ضغط وسكر ومشاكل كتير وما فيش كنترول والامور بتتفاقن ويبقوا خايفين جدا يعملهم تكميم او انهم يعملوا جراحات السمنة جراحات السمنة امل للناس دي مش يخف منها بالعكس ده يعني حتزبطوا الامور بتاعتهم كلها طالما ان الحالة العامة تسمح ان هو ياخد تخديق كله يعني لكن احنا بالنسبة لنا كجراحين احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نشتغل فقاي السنة دايما بيبقى العامل الاهم هو التخديق كله لو حالة القلب تسمح والادوية والضغط والسكر كل حاجات دي متزبطة فيش مشكلة خالص احنا انا عملت مريضة 71 سنة وكانت صحتها كويسة وخست والحمد الله كويسة جدا احنا ما بنحبش اقل نعدي السن قوي عادة بيبقى 65 لكن لو حد 65 او اكتر والحالة العامة بتاعته كويسة من كفاءة عضلة القلب ما بياخدش ادوية سيولة ما جالوش مثلا جلطات قبل كده ده بيشجعنا جدا ان احنا نعمله ويتخلص من السمنة ويقلل كمان الجرعات بتاعت الادوية اللي بياخدها سواء ادوية ضغط او ادوية سكر لو في حد نعمل عملية ولا اي سبب من الاسباب ما فقدش الوزن الكافي هل بنقدر ييجي ونبدأ نعمل حاجة تانية اه طبعا بالنسبة للتكميم ممكن نعمل بعدها تحويل مصار او ممكن نعمل فيه عملية تانية اللي هي بنسمها سادي بنطعم في المعدة في الاخر ونوصل على طول المعدة بالامعات الضريقة لكن الحقيقة دي نسبة اللي تتعدى مثلا ممكن رأي حدداتك 2 او 3% اللي ما بيستفدوش من العملية وبتبقى راجعة لأسباب هما ما صرحونيش بيها قبل العملية زي ان هما بيحبوا الاكل قوي زيادة عن اللزوم او ان هما بيحبوا السكريات قوي في ناس لازم كل يوم تاكل حاجة مسكرة لا بيفرق بها في اختير العملية للوريد اه طبعا لازم سؤال الاساسي انت بتحب السكريات ولا لا لو هو بيحب السكريات هيبقى صعب لو هو مضمن سكريات كل يوم لازم ياكل حاجة كلنا بنحب السكريات بس ممكن ناكل مرة في الاسبوع مرة في الشهر في ناس بتاكل سكريات كل يوم في ناس بتاكل كل يوم فدول مش هينفع معهم تكميم الحياة دول هيتطار ان احنا نعملهم تحويل مصار مسار تحت وعدنا طبعا دكتور نتكلم على بقى الناس اللي بيأكلوا السكريات كتير هيعملوا ايه وحيبعملوا ازاي العاملاء بتاعتهم وبتكده بتكون انتهت فقراتنا اللي تكلمنا فيها عن وسائل جديدة لعلاج السمنة الكلية زي تحويل المصار زي تكميم المعدة وبلون المعدة وقد ديه فتحت مجال كبير جدا واخدنا وعدم الدكتور محمد انه يجينا تاني ونتكلم على تحويل المصار تنظفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الاستاذ الدكتور محمد عبد المنع المرزوق واستاذ مساعد جراحات السمنة بكل طب جامعتين شمس عدو الجامعية الاوروبية والامريكية لجراحات السمنة كنتم شرفنا يا دكتور كنتم نورنا يا دكتور ان شاء الله توعدنا في حلقات تانية وكده خلصت فقرتنا استنونا دايما الفقرات جديدة من طبيب الحياة احنا بنفكركم معايد البرنامج احنا كل يوم معاكم من السبت الخميس من الثانية زهرا وحتى ثلاثة وكمان الاعادة الوحيدة صباحا وايضا السبعة صباحا الحلقة دي لو فاتتكوا عشان مهمة جدا تقدروا تشوفوها عن طريق صفحتنا خاصة صفحة طبيب الحياة وكمان بنرد على كل اسئلتكم وتساؤلتكم اشوفكم على خير والى اللقاء